جولتنا الاقتصادية نستهلها بالشأن المحلية حيث حذر وزير الشؤون الاجتماعية والعمل من تابعات نقل مشروع الحوالات النقدية الطارئ الممول دوليا من صندوق رعاية الاجتماعية التابع للوزارة إلى الصندوق الاجتماعي للتنمية في صنعاء الخاضع لسيدرة مليشة الحوثية والذي يشمل حوالي مليون ونصف حالة وقال إن إدارة مصارفة قيمة المشروع وهي بالعملة الصعبة بعيدا عن البنك المركزي في عدن وعتماد المشروع على وكالة صرف وبنوك مراكز وبصنعاء سيساهم في تدهو العملة وانهيار الاقتصاد الوطنية وكان البنك الدولي ومنظمة اليونسيف فكاد استعدادهما لتسليم مشروع الحوالات النقدية الطارئ المول من وزارتي الخارجية الأمريكية والبريطانية بنحو 75 إلى 100 مليون دولار لجماعة الحوثي عبر الصندوق الاجتماعي للتنمية بحث وزير الكهرباء مع نظير المصري في القاهرة سبل الاستفادة من التجربة المصرية في قطاع الكهرباء وجرى الاتفاق على تشكيل لجنة فنية مشتركة لدراسة أوجه الدعم الممكن تقديمه من مصر لقطاع الكهرباء في اليمن وتشكيل فريق فني مصري للمساهمة في تقييم وضع الاستراتيجية المناسبة لعادة تأهيده بالشكل الذي يضمن تقديم خدمة الكهربائية للمواطنين بالإضافة إلى تحديث مذكرة التفاهم التي سبق وتم التوقيع عليها بين البلدين في مجال الطاقة الكهربائية وخصوصا المتجددة بحث وفد من مجلس الأعمال اليمني بمصر مع رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في العين السخنة بمحافظة السويس المصرية تعزيز التسييلات أمام المستثمرين اليمنيين والتعرف على الفرص الاستثمارية الواعدة في مصر وتعزيز عملية التبادل التجاري بين البلدين ونقش الجانبان الفرص الاستثمارية في المنطقة الاقتصادية والتسييلات التي يمكن أن يحصل عليها المستثمرون اليمنيون بالمنطقة وإيجاد الفرص الاستثمارية المناسبة لهم في المشروعات القائمة في إطار المشروعات القومية التي تنفذها الدولة المصرية أقرت السلطة المحلية بمديرة المخاة برئاسة مديرة مديرية تشكيل الجان الميدان لضبط الأسعار ومنع التلاعب في أسعار السلعي وفي مقدمتها الأدوية وقال مدير المديرية إن هذه المرحلة تتطلب تكثيف الجهود ومحاسبة المخالفين والمتلاعبين بالأسعار خصوصا في ظل انخفاض سعر السرف العملة الوطنية خلال مرحلة الراهنة وأخيرا قرر بنك الدولي منح البلدان الأشد فقرا مبلغ 93 مليار دولار لمساعدة على التعامل مع تداعية كورونا وتعزيز النمو الاقتصادي فيها وقال البنك إن هذا أكبر تجديد على الإطلاق لموارد المؤسسة الدولية للتنمية التي تقدم دعما ماليا لأربعة وسبعين دولة غالبيتها في أفريقيا اشتركوا في القناة